اخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الان السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتنصلكم الاخبار العاجلة والحصرية المالية النيابية موازنة 2023 انتهت وتحولت الى مكتب السوداني اعلنت اللجنة المالية النيابية عن الانتهاء من اللمسات الاخيرة للموازنة وتحويلها لمكتب رئيس الوزراء وفيما اوصت بالاستفادة من فائض عام 2022 اشارت الى التوجه لزيادة مبالغ تنمية الاقاليم وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ان اختصاص وزارة التخطيط في موازنة 2023 هو الجنبة المالية الاستثمارية اما وزارة المالية هي المسؤولة عن التقديرات التشغيلية مبينا ان اللمسات الاخيرة للموازنة انتهت في الوزارتين وتم تحويلها الى مكتب رئيس الوزراء لمناقشتها وتحويلها الى مجلس الوزراء لاحقا واضف ان الموازنة ستجري عليها بعض التعديلات مشيرا الى ان العطلة التشريعية للبرلمان لا تؤثر عليها وسيكون هناك متسع لاكمالها واكد ان الموازنة ستسلم الى مجلس النواب مطلع العام القادم ستبلغ اجمال مبالغها من 130 الى 140 تريليون دينار لافتا الى ان مناقشة الموازنة ستأخذ من شهر الى شهرين في داخل البرلمان وشدد على ضرورة الاستفادة من الفائض عام 2022 اضافة الى صندوق الاعمار الذي تشكل نتيجة التوافق العراقي الصيني قبل سنوات متعددة معربا عن امله بحسم الموازنة واقرارها بوقت مبكرة وبينا ان الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب 4 ملايين موظفة والحماية الاجتماعية والتي تبلغ من 5 الى 6 تريليون دينار موضحا ان 70% من الموازنة ستكون تشغيلية و30% استثمارية واكد على اهمية الاستفادة من جوانب اخرى ومنها صندوق الاعمار الممول من بيع النفط العراقي للصين والذي يوجد فيه حاليا 3 مليارات دولار لافتا الى ان هناك امكانية لمشاركة الصين بعشرة مليارات دولار والشروع بمشاريع مهمة وذكر ان هذا الصندوق من شأنها ان يدعم المشاريع الاستثمارية التي دعا لها رئيس الوزراء بالبرنامج الحكومية مبينا ان سعر برميل النفط في الموازنة 75 دولار غير واقعي لاحتمالية انخفاض اسعار النفط في عام 2023 فلابد ان يكون سعر الكرميل واقعيا بالاتفاق مع وزارة النفط وبشأن تنمية الاقاليم اوضح الكاظم ان الموازنات تتضمنوا بندا لتنمية الاقاليم والمتوقع ان يكون 5 تريليونات دينار توزع على 15 محافظة حسب النسبة السكانية موضحا ان الاجنة ستعمل على زيادة مبلغ تنمية الاقاليم اذ كان هناك متسع في الموازنة بهدف شمول المحافظات بمشاريع اكثر نائب يخاطب السوداني بشأن احتساب الرواتب التقاعدية كاملة للمستحقين خاطب عضو لجنة النزاهة النيابية رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ووزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية بشأن احتساب الرواتب التقاعدية كاملة للمستحقين اسوة باقرانهما بحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب رعد الدهلكي خاطب عضو لجنة النزاهة النيابية رعد الدهلكي مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية على تنفيذ المادة 14 من قانون 26 لسنة 2019 باعادة احتساب الرواتب التقاعدية بالراتب الكامل للمستحقين اسوة باقرانهم المحالين الى التقاعد بتاريخ نفاذ هذا القانون مراقبة صارمة الداخلية توجه نداء للمواطنين بشأن ضبط حركة السيرة اعلنت وزارة الداخلية عزمها للبدء بحملة مكثفة لضبط حركة المرور والوقوف والسرعات والمراقبة الصارمة لمتانة العربات وصلاحيتها للسير على الطرق الداخلية والخارجية لمنع الحوادث المرورية وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء خالد المحنة ان وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين الكرامة التعاون مع مديرية المرور العامة لاعادة تنظيم حركة السير والمرور في بلادنا العزيزة فقد صار محتما اعادة النظام الى الشوارع بعد تزايد الاستخفاف بالقوانين والانظمة الامر الذي انعكس في كثرة الحوادث المرورية وتزايد ارقام الضحايا بما فاق ضحايا الارهاب انذار حكومي لمدارس في بغداد لا تغلق الهاتف وجهت المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية ادارات المدارس بعدم غلق الهاتف الخاص بها اثناء الدوام الرسمية وانذر المدير العام للمديرية وفق وثيقة رسمية بانهاء اجراءات قانونية بحق المخالفين الهاتف وحزام الامان المرور تبدأ تطبيق غرامات بقيمة 100 الف دينار في نينوى وديرية مرور نينوى اعتبارا من اليوم غرام 100 الف لمن يستعمل الهاتف النقال اثناء القيادة وعدم ارتداء حزام الامان ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في البورصة المحلية شهدت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار ارتفاع طفيفا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وقال مراسلنا ان بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم سعر صرفة بلغ 150 الف و 175 دينار عراقيا مقابل 100 دولار امريكية واشار الى ان اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالاسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 150 الف و 500 دينار لكل 100 دولار امريكية بينما بلغت اسعار الشراء 149 الف و 500 دينار فيما كانت الاسعار يوم امس 150 الف و 150 دينار عراقيا مقابل 100 دولار امريكية المركز العراقي يعلن تسلمه المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت اعلن البنك المركزي العراقي عن تسلم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات البالغ 7 ملايين و 946 ألف و 316 دولار امريكيا بعد تزديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت وذكر مصدر المخول في البنك المركزي العراقي ان المبلغ تمت اعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الامن المرقمة 1221 لسنة 2022 المعني بانهاء ملف التعويضات الناتجة عن اشتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت يذكر ان العراق كشف في 2021 عن انهائه لجميع التركيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ايقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من ايرادات تصدير النفط الخام العراقية بعد تزديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات سلطة الطيران المدني تصدر تعليمات بخصوص سفر القاصرة بناء على توجيهات سلطة الطيران المدني العراقية تود ادارة مطار بغداد الدوليان تبين لجميع الشركات الطيران العاملة بالمطار بما يخص سفر القاصرين بضرورة تبليغ والد القاصرة بعدم السفر الا بحضوره شخصيا امام ضابط الجوازات وتقديم تعهد بعدم ممانعة من سفر القاصر او تقديم وكالة خاصة لغرض السفر مصدقة او حجة وصايا الهواء مقابل المال عدادات جديدة في نينوى تعتمد العد حتى في حال عدم توفر الماء حيث وثق مقطع مصورة عدادات جديدة في نينوى تواصل العد حتى في حال عدم توفر الماء واظهر المقطع مواصلة العداد بالعمل على الرغم من انقطاع المياه عن التدفق داخل الانبوبة ومرور الهواء وبذلك فان ضريبة شهرية كبيرة يتكبدها المواطنون بسبب هذه العدادات ترجمة نانسي قنقر